حسام وسام في سؤال بدور بذهني حاب أسألكوا إياه تبضل في مطربين وفنانين كثير عادوا توزيع الأغنية الأردنية والفلكلورية صحي هل أنت مع تطوير الأغنية الفلكلورية وتجديد توزيعها الموسيقي حتى تعيش أكثر وأكثر لأجيال قادمة؟ وفي منهم من غير ثيمتها اللحنية هل أنت مع تطور الأغنية الأردنية والفلكلورية أنت تجدد توزيعها الموسيقي؟ بس أهم إيش تحافظ على الموروث وبطريقة يعني جميلة تكون واللهجة كمان أنتوا أكيد من الفنانين اللي قدموا التراث الأردني وجددوا وحافظوا عليه واتميزتوا باللون السامر والإهجيني نعم والقصيد وقدمتوا بصورة يعني لائقة وصورة جميلة حسام وسام أهلا وسهلا فيكو ياهلا بيه فناننا الغالي رائد السرحان أهلا وسهلا فيك نوارتونا واليوم أكيد سعرتنا مميزة في وجودكو إحنا موسوطين معكو يعني ببرنامج جلسات يلا نغنيه وإحنا أكثر وإن شاء الله نقدم إشي إنا الإعجاب المشاهد رائد أحكي لنا عن تراثنا البدوي وإحكي لنا أنه بشو بتميز وأهم العادات والتقليد اللي موجودة في مناسباتنا بهذه الأغاني أول شيء للأغاني التراثية إحنا اتناقلناها من الأجيال فكانت عبارة عن كلام من الواقع اتناقلناها خلال الأعراس خلال الجلسات فهم كانوا يهتموا على موضوع معين وفي عندهم قضية معينة فكانوا يعني انتقل الكلام إلى لحن فهذا هو اللي كانوا من الواقع بالضبط من الواقع حياتنا وبسيط عشان هيك استمر